السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتي سار شانيل كانت منا تكونوا على خير وبخير ويلقاكم الفيديو ديالي انتوما في احسن الاحوال ومرحبا بالناس جدد اللي تحقوا بالقناة كان نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا ولكنتي اول مرة كتشوفي قناتي ما تنسيش نضمي العائلة ديالنا وتضغط على الجرس باش تواصلي بجديد الوصفات جيسكم بفيديو جديد وفي هالفيديو هدا غدي نشارك معكم مسمن بطريقة جديدة او ملوي بطريقة جديدة كي يجي مورق ورتبوخ خفيف والاهم انه غا ينشاركوا معكم بوحد الحش واللي رائعة حش واللي ساهل وبسيطة واقتصادية وكتجيل ديدة ما غادي نشتبعوا من هال المسمن هداي إلا جربتوه وقبل ما مبدأ معكم فيديو تاعي فبغيت نقول لبنات اللي تواصلوا معي في الخاص اه وتالي خلووني التعاليق في القناة بأنهم ما كيتواصلوش بالفيديو تاعي فهدا المشكل هدا البنات خذتكم اضغطوا على الجرس اللي كان حدا كلمة ابوني اضغطوا عليه تخرجوا وتعاودوا تدخلوا ومن بعد را غادي نتبدا وتتواصلوا ان شاء الله بالفيديوات كاملين فنخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا نصف كيلو ديال دقيق الابياد مايو ديال 500 جرام تاع الدقيق الابياد الفورس يكون مغربل او منخول عندي هنا 250 جرام تاع الدقيق الناعم او الدقيق الفينو نحتاجوا معلقة ديال السكر سانيدة او سكر الخاشن معلقة صغيرة ديال الملحة وكي تبقى على حسب الضوغ وغادي نحتاجوا اراس معلقة ديال الخميرة الفورية كيف ممكن تعودوها بقياس ديال حبة ديال الحمص من الخميرة المعجونة هذو هم المكونات اللي غادي نحتاجوا غادي ندوزو دا بالطريقة بالنسبة للطريقات طريقة ديال العجينة ديال المسمى عادية كنعجنه انا دائما بالما بارد يعني كناخذ الما مر وبيني ما كندفيه موالو وكننخلط جميع مكونات وكننضيف الما بشوية بشوية وانا كنعجن حسا كنحسب الى واحد العجينة اللي كتكون لطباق وخفيفة وما كتلصقش باليد وبقيت هنا كنضيف الما بشوية بشوية وانا كنجمال العجينة تعسي وكندلك هم زيان حتى حصلت على واحد العجينة اللي كتكون رطباق يعني كتكون شوية مرخوفة من بعد غاد نديرها في واحد البلاستيك غذائي وغاد نخليها ترتاح واحد المدة ديال خمستاشر دقيقة واندوزون دا بباش غاد ننوجدو الحشوة وبالنسبة للحشوة البناسفر هي كتجي بنينة وكتجي لديدة غاد نحتاجوا له هنا جوج حبات ديال البصلة اللي شلتوا ما كرقاق بزاف درتهم في مقيلة غادت عليهم مقياس واحد جوج معالق ديال زيت البلدية وغادي نشحر البصلة حتى كتدبالية وكتحمر وكي يدهب ليلونة من بعد هنا خديت واحد الكمية ديال السبانيخ او ليزيبينا اللي هاكا قطعتهم شوية رقاق يعني كننحاولوا هاكا نقطعهم شوية بسكين ومن بعد ادفتهم على البصلة وغادي نشحرهم مزيان كنعرفوا السبانيخ دغية كي يدبالوا ودغية كي يهبطوا لينا من بعد ما غادي نخليهم حتي دبالوا مزيان في هذه البصيلة هادي وغادي يتشعر بولي اذك المال اللي غادي يطلق هنا البناس راما كان ديال لتوابيل لوالوا يعني ديرا غير زيت البلدية بوحدو شوية ديال الملحة لان تسبانيخ خرفيهم وحد نسبة تعل الملوحي يعني هديروا القياس ديالكم تعل الملح ما تكتروا بززاف ايش ملوحي شوية مجيكم شمالحة لان غايكون فيها مازال جبن اه صافي من بعد ما غادي نشحر هاد السبانيخ كيف تليكم مع البصلة مزيان غادي نخليهم هنا حتي طيبوا وبينزلوا لي كيف واضح معكم في الصورة هنا ضفت عليهم قياس واحد ميتين قرام تاع الكفتة يعني واحد عشر قدرها متاع الكفتة كافية في هاد الحشوة غير باش كتلدد لنا هاد السبانيخ كتعطيهم واحد الماضاق اللي هائل اخديت هنا واحد المالقة اللي خاشبية وديت كنفرسس في هاد الكفتة تاعتي هي كتطيب وانا كنحاول نفرسسها مزيان من بعد ما غادي طيب ليه الكفتة مع هاد البصيلة وهاد السبانيخ غادي ندفع عليهم غادي ندفع عليهم القليل ديال الابزار ممكن ندفعوا حتى شوية ع السودانية ودفعوا حتى العطريات على الكفتة إلا كانت نتوفرها عندكم فكتعطي واحد الماضاق هائل هاد الحشوة انا كانت قادت لياه فكتفي تغرب الملحة والبزار صافيهما باش نستمس هاد الحشوة دياتي صراحة كتجي لديدة غرب البزار بوحده فكتعطيها واحد الماضاق وكي تجي لديدة بزيف هنا خليت حشوة عتيكة طيب ودس باش نقطع العجينة بعد ما رتحت كيف قديكم خليتها خمستاشر دقيقة في البلاستيك الغذائي يعني حتى رتحت وعطيتني الطعم زيان هنا كنستعم شوية ديال الزيت يعني ما غاديش نحتاجه الزبدة غادي نخدمه غرب الزيت هاد الملوية ديالنا كدهنت هنا سعطح العمل بشوية ع الزيت ودهنت يدي وبدأت كنقطع هاكو في هاد العجينة كويرات كيف واضح معاكم في الصورة إلا كنتو بغيتهم ملويات كبار فكتديروا هاد الكويرات كي يكون الحجم ديالهم كبير بغيتهم غير متوسطين فكت تصغروا الحجم ديال الكويرات تاعكم يعني القياس انتو ماللي كتحكموا فيه هنا بعد ما قطعت العجينة ديالتي كامل الكويرات كيف كتشوفوا دهنتهم بشوية ع الزيت من الفوق باش هكا ما تكلش ليه فيهم هاد القشرة وغادي نغطيهم بلاستيك غدائي ونخليهم واحد خمسة سعى تقيق غير لما بردتي الحشوة ونضوزوا باش نشكلوا مليويات هنا لقيت حشوة تعتصافي طابت ونشفت مزيان فهي مزا سخونة هنا تفتع لها النار ولكن بقى سخونة غادي نضف عليها الفرمج متلاتات ممكن تديروا فرمج مربع كيري ممكن تديروا الجبن محكوب موزاري الله يعني لحسب اللي بغيتو انا كنعدي مسوف رغي الفرمج متلاتات فهدرت استطل حبات يعني استطل حبات دي الفرمج متلات كنقطع هكا طريفة صغار وغادي نمزجهم زيان مع الحشوة وهي سخونة باش هكا كيدوب وكي يجي معل لك في الحشوة كي اعطاو حتى عليك اللي رائعة وهنا غادي نخلي الحشوة ساعتية برد على خطرها وغادي ندوز باش ننوجدوا العجينة ساعتنا من بعد ما الكويرة ديالي تلقوا وترخفوا لي كيف اجتمعي خليتم خمستاشر دقيقة يعني احترسحوا وعطوني الطوع هنا كناخد كل حبة ديال الكويرة كان حاول نطلقها بالزيت كان دهن سطح العمل بالزيت او كانت لقها هكا الكويرة ديالتي كان حاول نبسطها مزيان باش تكون رقيقة هكا باش ننميل وساعنا يجينا مورق ويجينا خفيف من الداخل كان نبسطها كاملة ومن بعد كناخد واحد شوية ديال الحشوة واحد قياس واحد جوج معي لقات ديال الحشوة وكنحاول نوزعها فوق العجينة كاملة يعني فوق من هاد هاد دائرة اللي درنا كنحاول لوز ديالها نوزع الحشوة كامل ما كان وصلش غير للجنابة انتم ما كيف كتشوف واضح في الصورة كنوزعها لها كاملة غير كمية قليلة كتجين مسمنة عامرة من بعد ما غادي نوزعها كالحشوة غادي ناخد القطاع ديالبيتزا ممكن تستعمله غير سكين وغادي ندير واحد الفتحة في الجنب ديال العجين هنا غادي ندور لكم الكاميرا باش يكون الصورة واضحة كندير هنا واحد الفتحة وغادي ندى نطوي هكال الملوية تعتي على شكل متلت كنطوي بهذا الشكل هادا وكنعاود نطوي وانا اليد تعتي مرخوفة يعني ما كان حاولش نزير ما بين كل تنية وتنية كان حاول الرخاف يدي حتى كنكمل الدائرة اللي عندي ديال العجينة كاملة وكنحصل على واحد المتلت كيف كتشوفو بهذا الشكل هادا من بعد ما كن نجمع الدائرة دي كنحاول نشدها وكنجمع الجوانب هكا يو كندخلوا في بعدياتهم باش كنعطاه هكا الشكل ديال مسمنا او ملوية طريقة ساهلة البنات هنا غادي نعاود معاكم باش تكون الصورة واضحة وتفهموا كتر راح طريقة ساهلة لاتبعثوها وما كياخدش منكم بزاف ديال الوقت يعني الطريقة دي دغية فتوجدوا الملوية تاعكم انا غادي نستمر بنفس طريقة حتى نكمل كمية ديال اللي عندي كاملة نخليكم مع الفيديو باش تزيدوا تاخدوا الفكرة كثر على الطريقة كيفاش كان نقد هد الملوية هادو ومن بعد ما كمل الكيمية اللي عندي ديال عجينة كاملة وكملت المليوية تاعتي فدرت المقلاكات السخن هناك ناخد الحبة اللولة اللي خدمت بها او المسمنة اللولة اللي شكلت غادي نحاول نترقها شوية او نقرسها شوية ما كتكونش رقيقة وما نخلي واش غليدة يعني خسا تكون متوسطة وكنحاول نخرج العجينة من الوسط لعلى برة باش هكا ما تجينيش بالوية سعتنا من الوسط غليدة او مدقصة كيف كانقولو مبعد ما غادي نقرسها كيف قلت لكم المقلاك انا ديرها هكا تسخن غادي نرشها بشوية ديال زيت او غادي نحط فيها مسمنا باش كالطيب ليا المقلاك ستكون سخونة او العافية غادي نديرها متوسطة يعني ما خساش تكون مجهده وما تكونش مهيلة باش هكا تطيب ليا من الداخل او من برة اه كا تتخذي واحد اللو اللي مدهب كيف كتشوفو خسا داروري هكا تتخذي واحد اللو اللي كيكون محمر من الفوق يعني ماشي محروقها كي تكون غير محمرة او واحد اللو مدهب انا غادي نستمر بنفس طريقة حتى نكمل الكيميه اللي عندي ديال المسمن كامل وانتلقى معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو هاد المسمن الصراحة اللي كي تتخذي كي يجي روعة كي يجي زوين بزاف بزاف بهاد الحشو هادي انتسو ما كيف الشكل ديالو كي يجي كيف تلكم انا غادي نستمر بنفس طريقة حتى نكمل كيميه اللي عندي كاملة وانتلقى معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كي يجي رائع كي يجي محمر وطب ومورق والحشو هكا تساعد جي لديدة لديدة بزاف هذه الحشو هكا تنسح فهم باش تجربوها لها ساهلة وبسيطة كيف تشتو معايا ولكن كتجي رائعة فاد نسم من هادا واحتى الطريقة الملوي اللي صيبت فكي يجي مورق وكي يجي خفيف كنتمنى هاد الفيديو هادا يكون خفيف على قلوبكم وانا الاعجاب ديالكم وانا اعجبكم ما تنسونيش من لايكات والتعليقات واسبا تجيو فيديو مع الحباب واصحاب وفي مواقع التواصل لتعمل فائدة ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله